راديو دبنغا اهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنغا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين اتناشر من الشهر الاثنين سنة الفين وعشرين اجتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها استمرار انقطاع الاتصالات والانترنت لليوم الخامس واستنعف عمل الجوازات بعد اوضة الانترنت الارضي قائد الدعم السريع بغرب دارفور يعلن استعداده لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية حال سبوت الاتهامات الموجهة اليه اتدام المعارك في الخرطوم ومعارك عنيفة في هبيلة بولاية جنوب كردفان تؤدي لنزوح الالاف تفاقم الاوضاع الانسانية في معسكرات شمال وجنوب دارفور واستمرار اجتماعات القوى المدنية السياسية في جوبا والان الى تفاصيل النشرة من الراديو دابنقا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا تباصل انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت في جمع رجاء البلاد لليوم الخامس على التوالي فيما عادت خدمة الاتصالات والانترنت الارضي لشبكة سوداتيل لعدد من المدن واستانفت ادارة السجل المدني وجوازات اعمالها يوم الاحد في عدد من الولايات بعد عودة خدمة الفايبر الخاص بسوداتيل وقالت منسقة الامم المتحدة بالسودان ان انقطاع الاتصالات في السودان يعيق ارسال واستقبال الاموال ويهدد انشطة الاستجابة الانسانية المهمة قالت اللجنة التمهيدية لنقابة الاطباء ان قطع الاتصالات يعيق كدرة الاطباء على تقديم الاستشارات الطبية والمتابعة الصحية للمرضى عن بعد واستنكر تجمع الصياد للسودانين قطع الدام السريع للاتصالات وقال ان قطع الشبكة يؤثر على حياة المواطنين وحصولهم على العلاج واطلقت غرفة طوارئ ولاية الخرطوم حملة اسفيرية للمطالبة بعودة شبكة الاتصالات والانترنت لجمع انحاء سودان وتزاحم المواطنون بالعاصمة الادارية بورد سودان امام فندق كورال للحصول على خدمة الانترنت حيث تقدم ادارة الفندق خدمة الانترنت للمواطنين مقابل 20 الف جنيه لتنشيط لمدة ساعة تواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدن العاصمة السلاسة الخرطوم امدرمان بحري يوم الأحد فيما قصفت قوات الدعم السريع مقر القيادة العامة للجيش وسلاحية الإشارة والمهندسين واستهدفت مسيارات الجيش تمركزات الدعم السريع بامدرمان القديم والسوق الشعبي وفي الأثناء شهدت مناطق حباب والكدر ببحري اشتباكات متقطعة وكذلك منطقة سلاح المدرعات والزخيرة بالشجرة الخرطوم من جهته اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع باغتيال المعلم أبدالله النور علي حسن بعد اختطافه من منزله في ضاحية مبدة وأشار إلى استمرار اختطاف معلم آخر هو عثمان أحمد نهار تاجر واقتادوه إلى مكان مجهول أعلن اللواء عبد الرحمن جمعة باب الله قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور استعداده لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية أو أي جهة عدلية أخرى في حال سبوط الاتهامات الموجهة إليه بشأن أحداث الجنين وأردمته ودعا في حديث لراديو دابنغا فروق التحقيق الخاصة بالمحكمة الجنائية أو أي لجنة تابعة للأمم المتحدة دعاهم للوصول إلى الجنين للوقوف على الحقائق ميدانيا بدلا عن الاعتماد على التقارير وأضاف جاهزون لاستقبال اللجنة اليوم قبل القد وأوضاح أنه طالب قيادة الدعم السريع في المركز تشكيل لجنة التحقيق حول أحداث الجنين وأصبابها ومقتل الوالي بما فيها اتهامه شخصيا بتصفية الوالي وأضاف في هذا الخصوص والله أخصم بالله العظيم لو لو قونا نحن مجرمين نسلم رقبتنا الليلة قبل بكرة ما زي البشير وما زي أحمد حارون وما زي الناس ما زي علي كرتي وما زي الناس اللي بيدفع لهم قروشة بقتلوا عيال الشعب نحن ماذا؟ لا لا كان بيجينا مجرمين نسلم رقبتنا الليلة قبل بكرة أنا بطالب بلجنة تحقيق تجي الجنينة من جهة أخرى قال اللواء عبد الرحمن جمعة باب الله كائدة دعم السريع في غرب دارفور أن الوضع الأمني في الجنينة مستتب والأوضاع مستقرة مشير إلى أودة الحياة إلى طبيعتها منذ سيطرتهم على المدينة قبل ثلاثة أشهر وأكد في حديث لراديو دبنقا فتح المعبر إلى تشاد واستمرار الحركة التجارية وأشار إلى توقف الصراعات القبلية منذ خروج القوات المسلحة وأضاف في هذا الخصوص الأمن في حاضر دولاية غرب دارفور الجنينة وضع تمام 100% عندما سقوط الفرقة أول ما الفرقة سقطت الحمد لله الآن كلكم تشهدوا عندنا الآن ثلاثة شهور الجنينة ما فيها أحداث غبلية الجنينة ما فيها نهب الجنينة سوق عامر حذر نازحون في عدد من المعسكرات في دارفور من كارثة إنسانية في حال عدم وصول المساعدات الإزائية والصحية خلال الشهر الجاري وقالي عقوف الره المنسق العام لمنسقية معسكرات النازحين واللائيين في دارفور لراديو ضبنجة أن الوضع في المعسكرات في دارفور أسوأ من أي وقت مضى وأشار إلى تزايد الوفايات وسط الأطفال والمسنين والحوامل بسبب سوء التغذية ونباه إلى عدم استلام أي حصص غزائية وحذر من مزيد من التردي في الأوضاع حال استمرار الأوضاع الحالية لنحو شهر ووجه نداء للمجتمع الدولي لإقاسة النازحين كما داع طرفي الحرب إلى وقفها فورا من جانبه كشف الشيخ إسحاق محمد أبد الله شيخ معسكر كلمة لراديو ضبنجة تزايد معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والمسنين المعسكر والطالب المنظمات بالتدخل العاجل وأشار لراديو ضبنجة إلى قيامهم بجولة وسط مراكز الأطفال بمركز كلمة منبه إلى تردي الأوضاع بالمعسكر وأضافي هذا الخصوص من جانبه قال الشيخ إبراهيم أحمد شيخ سنتر 3 بمعسكر كلمة لراديو ضبنجة أن أسأل المواد الغذائية الضرورية ارتفعت في المعسكر إلى الضعف وأشار إلى عدم استلام أيض مساعدات غذائية منذ شهور من جانبها ناشدت حنان خاطر مسؤولة المرعب المعسكر المنظمات الإنسانية الأممية والدولية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية من أجل إنقاذ حياة النازحين وأضافت في هذا الخصوص أنه الآن في معاناة كبيرة ما في جنائن عشان الناس نمشي تشتغل لأن المعاناين فاتوا بقروشهم كنا في الكمعين الناس عندهم قروش ذاتوا فاتوا بقروشهم والماتوا وماتوا وما في الزرين القروش عشان يشغل الجنائن كشفت نازحة من معسكر عطاش بشمال نيالة أن انعدام كافة الخدمات بالمعسكر مع استمرار تدفق النازحين الجدود إلى المعسكر وفي شمال دارفور كشف نازحون بمعسكرات شنقل طوبايا أن انعدام الغذاء والدواء وتردي الوضع الأمني بالمعسكرات وأشار نازح بالمعسكر لراديو دبنق أن المواد الغذائية منعدمة تماما مع عدم توفر الرعاية الصحية ودعا لإرسال إقاذ عاجلة للنازحين لإنقاذ حياتهم خاصة الأطفال وكبار السن وأضافي هذا الخصوص نطلب من المنظمات الإقليمية والدولية لتوفير إقاذة عاجلة بالنسبة للسكان المعسكرات في ولاشمال دارفور خاصة المعسكرات شنقلية ودبايا الظروف هارج جدا نطلب من المنظمات الإقليمية والدولية سواء كان من أصحاب القير من كبير الآيان نطلب الدعوة لكل منظمة الظروف هارج جدا شنت قوات يعتقد أنها تدبع لجيش الشعبي قيادة الحلو هجوما على مدينة هبيلة بولاية جنوب كوردفان يوم الجمعة وسط أنباء سيطرتها على المدينة وأدى الهجوم إلى فرار أكثر من ثلاثة ألف شخص إلى مناطق كارتيلة شمال هبيلة في أوضاء الثانية حريجة وقال فارول لراديو دابنكا أن قوات يرجح أنها تدبع للحركة الشعبية قيادة الحلو حاصرت مدينة هبيلة التي سيطر عليها الدعم السريع من كافة الجهات يوم الجمعة وأطلقت أعيرة نارية كثيفة مما أدى إلى فرارهم خارج المدينة وقال فارول من هبيلة لراديو دابنكا أنهم فروا إلى مناطق كارتيلة التي تقع شمال هبيلة والآن يعيشون في أوضاء إنسانية حريجة للغاية داخل المدارس وفي العراء وأضاف أحد الشهود الفارين من هبيلة لراديو دابنكا في هذا الخصوص من جهة ثانية قتل 12 شخص وحرقت غرية في مواجهة ذات طابع قبلي في قرية التيتل بمحلية هبيلة بأولاية جنوب كوردوفان خلال يوم الجمعة والسبت وقال ناجون من الهجوم لراديو دابنكا أن اشتباكات مسلحة وقعت بين رعاة وسكان غرية التيتل حول حفيرة حيث أدى النزاع إلى مقتل سبعة أشخاص من الجانبين يوم الجمعة ومقتل خمسة آخرين يوم السبت كما أدت الاشتباكات إلى حرك غرية التيتل بأكملها وفرار سكانها إلى المناطق الجبلية المتاقمة وأضاف أحد الشهود لراديو دابنكا في هذا الخصوص أكدت جلسات الحوارة التشاورية للقوى السياسية على دعم من برجط التفاوض لحسم القضايا العسكرية مع الالتزام بتنفيذ مخرجات الاتفاق الإنساني وتواصلت يوم الأحد الجلسات التشاورية للقوى السياسية بعاصمة جنوب السودان جوبا والتي نظمتها حكومة جنوب السودان بحدث التحضير إلى حوار سوداني سوداني من أجل إيقاف الحرب وتحقيق السلام وخاطب الجلسة الافتتاحية يوم السبت ممثلوا الكتلة السياسية كل من جعفر المرغني عن كتلة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والدكتور تيجاني سيسي عن كتلة الحراك الوطني ونبيل عديب عن المجتمع المدني كما خاطبها ممثلون لحكومة جنوب السودان وأمن المشاركون في الجلسات المقلقة على الحوار السوداني في سودان الشامل دون استثناء وبلا إخطاء المغضي إلى التوافق الوطني بر عدد كبير من نازحين معسكر السلام أبوجة في الفاشر بحثا عن مناطق آمنة فيما تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر حاضرة بلاية شمال دارفور الصبت وأشار شاهد عيان في حديث لراديو دبنغا إلى أن سقوط الدهنات أدى لمقتل كثير من المدنيين العزل بينما أصيب عدد كبير من النازحين كسافت شركات التعدين بمحلية تلودي بولاية جنوب كردفان من أنشطتها الخاصة بالتعدين على الزهب باستخدام مواد مضرة بصحة الإنسان والبيئة وارتفعت جملة عدد الخلاطات النشطة في المنطقة الآن من 7 إلى 19 خلاط في الفترة من سبتمبر من العام الماضي وحتى فبراير جاري وأفات ناشط في مجال حماية البيئة راديو دبنغا بتركيب عدد 11 خلاط خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي حتى فبراير جاري وأنها تعمل بمادة السيروية الممنوعة وفي أحواط مفتوحة مع التخلص من مخلفاتها في العراء مشير إلى ظهور آسارها الصحية المتمثلة في الأجن الحديثة المشوهة ونفوق الحيوانات كشف رئيس جهاز الإزعاف والطوارئ بمدينة الكفرة بليبيا إبراهيم الحسن عن العسور يوم الجمعة على عشرة أشخاص مفقودين منذ ثمانية أيام في صحراء الكفرة أثناء توجههم إلى الشمال جميعهم في حالة صحية مستقرة وأوضح بالحسن بأن من بينهم عائلة سودانية تضم أطفال ونساء تم العسور عليهم بعد أعمال بحث واسعة من قبل متطوعين الخبر الأخير في النشرة أعلن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم عن ترتيبات للتموي المشروع مياه القضارف وتحريك سريع لإكمال المشروع خلال الأيام المقبلة وأشار في تصريحات الصحفية إلى إنعقاد اجتماع بدعوة من نائب رئيس مجلس السيادة لمناقشة الأمر وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أن الاجتماع يهدف لمتابعة الالتزامات المالية التي تم تقسيمها بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والشركة السودانية للمواد المعدنية لاستكمال مبلغ تركيب شبكة مياه القضارف الذي يبلغ 11 مليون دولار مستمعي الراديو دبنقل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا